إعادة النازحين إلى مناطقهم المدمرة وإغلاق المخيمات أول ما كان يجب على الحكومة فعله بعد انتهاء العمليات العسكرية إلا أن ما حدث عكس ذلك حيث لا يزال النازحون يعانون في مخيمات النزوح التي تفتقر لأبسط مقاومات الحياة الكريمة النازحون قالوا إنهم يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها بسبب قلة المساعدات والإهمال الحكومي للوضع الإنساني في المخيمات لأنها لا يسكن بها الإنسان لأنها حارة والدولة غافلة عنها والمنظمات العالمية كلها غافلة عنها المفروض نحن من 2016 حتى المجمعات السكنية يقدروا يبنون بهاي الأمال ما الخيم أنت تعلم هاي مخازن شوادر ما الإسرائيلات وما الأدوات مو ما البشر يقعد بيها وعلى الرغم من دمار مناطق ومنازل الأسر النازحة إلا أنهم أكدوا رغبتهم بالعودة إليها على الرغم من قيام القوات الحكومية والميليشيات الطائفية بمنعهم تارة وبتهديدهم بالاعتقال والخطف تارة أخرى وعلى ما يبدو فإن المبررات الحكومية وامبراطوريات الفساد التي تعلن بأن تأخر عودة النازحين إلى بيوتهم يرجعوا إلى المخاوف الأمنية هي مبررات غير مقنعة لا سيما وأن جميع النازحين يعيشون في مخيمات مغلقة من قبل الأجهزة الأمنية التي تجري عليهم عمليات جرد وتدقيق أسبوعية ويؤكد مراقبون أن السبب بعدم السماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم يرجع إلى وجود صفقات سياسية ومتاجرة وفساد في أرزاق أهالي المخيمات ومكاسب مالية بآلاف الدولارات